ثم كرر فقال لا إله إلا الله ثم قال ولا نعبد إلا إياه لا نعبد إلا إياه لا هذه ناهية ولا نافية ولا الله أعلم ناهية لم يقول لا تشرب لا تحاسدوا لا تستعجل لا تتكلم هذه ناهية صح أنهاك عن شيء هنا يقول لا نعبد إلا إياه هل هنا في أحد ينهاك يقول لك آه آه إذن تراجعت توبى النصوح آه إذن هنا يا أخوان نافية وليست ناهية فينفي أن يعبد أحدا إلا الله فنقول لا نعبد لا نعبد إلا الله لا نعبد إلا إياه واضح فهي نافية وليست ناهية طيب قالت الله وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا نافية ولا ناهية ناهية واضح ميز بين الناهية والنافية المعنى يتغير واضح فهنا يقول لا نعبد ينفي أن يعبد أحدا إلا الله فنفى أن يكون له معبود يعبده من أنس من جن من حجر صنم وثن بقرة شمس قمر ولي صالح فاسد ما نعبد شيئا إلا إلا الله ماذا يفيد الاستثناء بعد أن نفي الحصر عبادتنا لمن لله وحده فقط لا نعبد إلا إلا إياه قال ولا نعبد إلا إياه